اه طبعا دي ناحية الفنية زي ما قلتلكم كان فيه اهتمام خاص بالمباراة من كل وسائل اعلامة من جلة الاهلي في عددها الصادر النهاردة تقريبا معظم العدد عن هذه المباراة عن تدفق نهر المواد ده بين القاهرة والخرطوم وبين الاهلي والهلال لانه المباراة مش بس خصوصية مصر والسودان ده خصوصية الاهلي والهلال الاتنين بينهم بالزبط كده عشان كده عجبني انك انت يعني عجبني نهر المواد ده تدفق نام عجباني فيها ربط جميل بيلخص العلاقة الحقيقة كان مجلة الاهلي طالعا النهاردة والمنشطة بتاعها الاهلي في ضيافة الهلال لتأكيد الاخوة وكشف خفافيش الضلال كشف خفافيش الضلال لأنه حتى الجانب السوداني لما تكلم على العناصر اللي عملت فيديوهات قالك عناصر كارهة لاستقرار السودان عناصر مناهضة للحكومة السودانية الجديدة عناصر عايزة تصدر ازامات فيها بوعد السياسي مش عايزة الناس ففيه ناس عايزة تستغل ناس بتركب الأحداثة يا سيد ابرهيب بالضبط مسألة واضحة يعني بالضبط المباراة زي ما كلكم عارفين في الجولة الستة والأخيرة والفرقتين بالإضافة للمباراة التانية في هذه المجموعة مباراة النجم الساحل اللي ستضيف بالتانية من الزنباوي التلت فرق العربيين العرب التلاتة الاهلي الأول بعشر نقاط النجم والهلال تسعة وتسعة التلت فرق عندهم التلت فرص كلهم منهم يقدر يصعد أول من المواقف النجم ويطلع تاني أو يخرج من المواقف النجم التلاتة اليوم نفس الفرص المتكافأة المباراة هتبقى الساعة تسعة بتوقيت القاهرة إن شاء الله الحكم رضوان جيد الحكم المغربي تاريخ لقاءات الأهل والهلال لقابوا سبع مباريات الأهل فاز تلت مرات الهلال فاز مرتين وتعدلوا مرتين نهاية سبعة وتمانين فاز الأهل اتنين صفر للسعلة في مرمه وأيمن شاوي والزهاب كان صفر صفر تفاصيل كتيرة جدا في تاريخ لقاءات الأهل والهلال وتدفق نهر المودة بين مصر والسودان وبين الأهل والهلال واللي أنا متأكد منه إن التعبير ده ترجمة نانسي قنقر